اشتركوا في القناة وقد هنأ جلالة الملك المفدى السفيرين بمناسبة تعينهما في منصبيهما معربا عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد في اداء مهامهما الدبلوماسية الجديدة وكلفهما جلالته بنقل تحياته الى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة و الى صاحب الجلالة ملك مملكة بلجكا الصديقة و تمنياته الخالصة لشعبيهما بالمزيد من التقدم والازدهار كما وجههما جلالته الى الاهتمام بمصالح ابناء البحرين في البلدين و رعاية شؤونهم و العمل على تلبية كافة احتياجاتهم و نوه جلالته باهمية الدور الذي يطلع به سفراء المملكة في دعم العلاقات الثنائية و تعزيزها مع مختلف الدول وتوثيق مجالات التعاون المثمر و التنسيق المشترك مؤكدا رعاه الله ان مملكة البحرين تحرص على بناء علاقات طيبة و مد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة و الصديقة انطلاقا من مبادئ الثقة و الاحترام المتبادل بما يعود بالخير و المنفعة على شعب البحرين و شعوب هذه الدول من جانبهما رفع السفيران اسمى ايات الشكر و بالغ التقدير و الامتنان الى المقام السامي لصاحب الجلالة معربين عن عظيم اعتزازهم بهذه الثقة الملكية السامية